السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته متابعي قناة صحتك في معلومة اللهم صل وسلم على سيدنا محمد صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم في هذا الفيديو إن شاء الله سوف نقدم لكم أهم الفواد الصحية العظيمة للزعتر فمن أهم فواد الزعتر الصحية أنه يعمل على ترضي الميكروبيات والغازات من الجسم فالزعتر مفيد لصحة البشرة والشعر وإليكم في التقيير التالي أهم الفواد الصحية المذهلة ومعلومات قيمة لنبيت الزعتر فإذا أعجبكم هذا الفيديو لا تنسوا الاشتراك في القناة والإعجاب بالفيديو وتفعيل يقونة الجرس يصلكم كل معلومة جديدة ومفيدة إن شاء الله والسلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته هل تعلم ما هي الفواد الصحية العظيمة لتناول الزعتر؟ صيدلية شبه متكاملة لعلاج العديد من الأمراض والمشاكل الصحية الزعتر هو نبات عشبي مشهور يستخدم على نطوق واسع في العديد من مجالات الحياة سواء في الطهي أو الزينة أو المجال الطبية وتنم شجرة الزعتر في المناطق المعتدلة المناخ حيث يتواجد الزعتر بكثرة في بعض الدول العربية مثل سوريا وفلسطين والأردن وليبيا والجزائر ويمتاز الزعتر براحته الذاكية والقوية إضافة إلى فوائده المذهلة متابعين الكروم لا تعد هذه المعلومات مرجعا طبييا وفي حالة القلق منها يجب عليكم استشارة الطبيبة وهذا لاستخدام أكثر أمين ومن أهم الفوضة الصحية العظيمة لتناول الزعتر ما يأتي يساعد الزعتر على علاج السعالة الديكية والالتهابات الشعبية وكذلك يسهل في خروج المخاطر الشعبية مما يهدي الشعب الهوائي ويلطفها الزعتر يقوي الجهاز المناعي ويقوي العضلات ويمنع تصلب الشرعين ويستخدم الزعتر لتطهير وتسكين الألم وتنشيط الدورة الدموية الزعتر مفيد لعلاج التهابات المسالك البولية والمثانة بالإضافة لأنه يخفض من الكوروسترول ويساعد الزعتر على ترضي الغازات من المعدة وعلى امتصاصي وهضم المواد الغذائية ويطرد الفطريات والطفيليات ويقتل الميكروبيت الزعتر يعمل على علاج حالات الإسهالة ويفضل تناول زيت الزيتون مع الزعتر إن تناول زيتاء الزيتون مع الزعتر مفيد جدا في تقوية الذاكرة وتسهيل الاستيعاب من فويدي الزعتر أنه ينشط جلدة الرأس ويمنع تسوق الشعر ويستخدم الزعتر في علاج واجع الأسنان والتهاب للثواء كذلك يقي من التسوس إذا تم مضغه وهو أخضر غضه وكذلك يقي الزعتر الأسنان من التسوس إذا تم مضغه وهو أخضر إن تناول الزعتر يعمل على علاج التهبات الحلق والحنجرة ويساعد الجسم على التعرق في حالة المرض ويستعمل الزعتر في علاج الثاليل عند مزجه مع المرهم يتم استخدامه في صناعته العطورة ومركبات التجميلة ومزيل العرق ويستخدم الزعتر لحفظ اللحوم وتدبيلها عند أشواء ويعالج الزعتر الحروق والالتهابات الجلدية كالصدفية والإكزيمة ويستعمل الزعتر في علاج مرض السكرية ويمنع جفاف العين وإصابتها بالمياه الزرقاء ويعمل على تنقية الدم عند شربه صباحا مع العسل على الريقة متابعين الكروم إذا نال هذا الفيديو على إعجابكم لا تنسوا الاشتراك في القناة والإعجاب بالفيديو وتفعيل يقونة الجرس لكي يصلكم كل معلومة جديدة ومفيدة إن شاء الله ترجمة نانسي قنقر ترجمة نانسي قنقر